بسم الله الرحمن الرحيم أخي الحبيب هذه مناسبة وفرصة ذهبية لا تفوت حقيقة أن تترك الدخان في هذا الشهر الكريم وقبل نهاية هذا الشهر هذه وصفة مجربة أنا جربتها من قبل وسأقول لك خطوات بسيطة جدا والقضية كلها تعتمد على نفسية الإنسان الحالة النفسية هي التي تتحكم هي التي تعطي قوة الإرادة في ترك الدخان إذا كنت من المدخنين وإذا لم تكن مدخنا فاحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة وإياك أن تقترب من هذا السم القاتل الدخان أخي الحبيب فيه مئات المواد السامة فيه مواد مصرطنة يعني خلايا الإنسان لا تتقبل هذه المواد التي تدخلها لجوفك النظام عمل الجسم أخي الحبيب ينزعج ويشمئز من هذه المواد الموجودة في الدخان التي تحرقها وتدخلها لجوفك وبالتالي هناك ردود أفعال الجسم حيث أن المنظومات التي يعمل بناء عليها هذا الجسم تضطرب وتختل وتصبح في حالة شذوذ وبالتالي تخلق مع الزمن خلايا شاذة خلايا سرطانية لا يمكن السيطرة عليها وبخاصة خلايا الرئتين هي الأكثر حساسية لهذه المواد المصرطنة طيب هذه معلومات كلنا يعرفها وكل إنسان اليوم يعلم أن التدخين مضر التدخين يسبب السرطان التدخين يسبب مشاكل كثيرة جدا في الجهاز الهضمي بالإضافة للرائحة السيئة طيب هذه معلومات نعرفها كيف أترك الدخان وبخاصة أننا في رمضان انظر أخي الحبيب العمل الذي قمت به قديما جدا يعني أنني حاولت الإجابة عن السؤال التالي لماذا معظم المدخنين يفشلون في ترك الدخان على الرغم من المحاولات مستمرة وهذا الكلام يعرفه كل إنسان مدخن لابد أنه مرة بتجربة أو أكثر أو محاولة أو أكثر لترك الدخان ولكن ما أن تمضي ساعات أو أيام حتى يعود ما هو السبب؟ السبب هو الحالة النفسية للإنسان بالدرجة الأولى لا يوجد سبب آخر أيها الأحبة دائما الذي تعود على عادة معينة عادة الدخان ارتبط الدخان في حياته بالشراب، بما بعد الطعام، بلحظات الانتظار، لحظات الغضب يدخن، لحظات الفرح يدخن مشكلة هذه السجارة أن الذي أدمن عليها في كل الحالات تعود نفسه عليها وهي واهم على فكرة يعني أنا عندما كنت أدخن قديما لم أكن أتصور أنني أستطيع أن أستمتع بالحياة من دون دخان ولكن تبين أن هذا وهم جدا واهم يعني كنت واهما العكس هو الصحيح يعني مثلا مثلا كثير من الناس يعتقد أن الدخان يهدئ العصاب يعني إذا غضب من موقف ما يدخن فيشعر بالهوء يعني كثير من المدخنين يظنون ذلك الدراسات العلمية أثبتت عكس ذلك أثبتت أن الدخان يساهم في زيادة التوتر لدى الإنسان الدخان يساهم في الاكتئاب وليس في السعادة بعض الناس يظن أن السعادة بالدخان دراسات علمية أثبتت أن الدخان يطور لدى الإنسان إحساس بالكآبة أو بالاكتئاب أو سلوك اكتئابي إذن القضية كلها وهم هنا هنا السؤال أخي الحبيب كيف أتخلص من هذا الوهم؟ لابد من مجموعة من العوامل العامل الأول والأهم هو أن تعلم أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله أن تعلم أن القضية هذه ليست بيدك بيد الله يعني هنا يظهر دور التوكل على الله وهو مهم جداً لأنك ما دمت تقول أنا بإرادتي سأترك الدخان أنا بإرادتي سيأتيك مليون سبب يعيدك لحضيرة المدخنين ولكن عندما تقول أنا سأترك الدخان بقوة التوكل على الله شيء الثاني أن تعاهد الله على ذلك لأن الله مدح كثيراً في كتابه الكريم أولئك الذين يوفون بمعاهد الله عليه ولا ينقضون المثاق من المؤمنين رجال صدقوا معاهد الله عليه نحن نظن هذه الآية موجهة للصحابة نحن ليس لنا علاقة لا هذه موجهة لي ولك أخي الحبيب إذا كنت مدخناً هذه الآية لك ماذا تنتظر؟ اقطع عهداً مع الله عاهد الله أن تترك هذه المادة الخبيثة ابتغاء وجه الله فقط وهنا حديث نبوي سيساعدك على ذلك يعني قلنا التوكل خطوة الأولى الخطوة الثانية أن تعاهد الله عز وجل والخطوة الثالثة أن تقرأ معي هذا الحديث النبوي العظيم جداً النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه وكان هذا الحديث أقوى له مفعول السحر بالنسبة لي شخصياً طيب ماذا سيعوضني الله إذا تركت هذا الأمر ابتغاء وجه الله؟ حقيقة أنا عوضني الله بالقرآن عندما تركت بعض العادات السيئة أو منها الدخان عوضني الله بالقرآن الكريم عوضني الله بتدبر القرآن أن أستمتع بقراءة القرآن أن أحفظ القرآن أن أتأمل وأتفكر في آيات القرآن وهذه السعادة لا توصف إذن عندما تدرك وتصدق فعلاً أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق فيما يقول من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه قل أنا سأترك هذا الدخان ابتغاء وجه الله وعسى أن يعوضني الله خيراً منه وانتظر إما رزقاً أو فرجاً أو عطاءاً من الله سبحانه وتعالى لا تدري لأن النبي هو الذي تعهد بذلك هو الذي قال لك إذا تركت هذه العادة السيئة سواء تدخين أو غير عين سيبدلك الله خيراً منه وسيعوضك الله خيراً منه فتخيل كم من الأجر ستأخذ وكم من المفاجآت ستحدث في حياتك حقيقة هنا أخي الحبيب أنا فقط وضعت هذه الصورة هذه رئة لإنسان مدخن انظر مهترئة متآكلة هارمة خلايا شاذة هنا هنا ملتهبة هذه الخلايا لون أسود متآكلة انظر إلى هذا التآكل هذه رئة لإنسان غير مدخن تخيل أنك إذا كنت تدخن منذ مثلاً عشر سنوات أو سبع سنوات تخيل أن رئتك بهذا الشكل أو هي على الطريق لتصبح هكذا اترك فوراً لا تنتظر لا تقول أنا بعد كذا أو لا الآن نحن في شهر رمضان مناسبة جميلة فترة الصيام طويلة جداً تساعدك على ذلك ويجب أن تعتقد أخي الحبيب أن ترك الدخان سيحسن الحالة النفسية لديك وستصبح أكثر قدرة على معالجة المواقف المحرجة لأن الدخان حقيقة أنا اطلعت على مئات الدراسات حول الدخان دراسات كثيرة جداً لجامعات عالمية تمنيت لو أن هناك فائدة واحدة له لو أنني أعثر على فائدة لا توجد فائدة كله ضرر حتى انظروا هذه الرسمة هنا انظر كل سيجارة تدخنها تقصر من عمرك ساعات أو أيام لذلك نجد بالمعدل أن المدخنين أقصر عمراً من غير المدخنين هذه معدلات عالمية معروفة أخي الحبيب هذا الموت البطيء الذي أنت تقحم نفسك به أو ترمي نفسك أو تلقي نفسك فيه حذرنا منه القرآن هذه الخطوة الرابعة أن تتذكر معي هذه الآية قلنا التوكل وأن تقطع عهداً مع الله وأن تقطع عهداً مع النبي عليه الصلاة والسلام من خلال حديثي من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه وتنتظر هذا العوض من الله عز وجل القضية الرابعة أنك تلقي بنفسك إلى التهلك والله سبحانه وتعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين إياك أن تلقي يعني أنت من تدفع ثمن هذا الدخن وأنت من تشعل السيجارة وأنت من تأخذ هذا النفس وتدخل هذه المواد السامة إلى جسدك أنت تلقي بيديك لا أحد يرغمك على ذلك ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فإذن هذا الدخان هو انتحار بطيء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار أيضاً القضية الخامسة يجب أن تتذكر أن هذا الدخان يضر من حولك هناك ما يسمى التدخين السلبي له نفس الأثر تماماً يعني من يجالس المدخنين يصاب بنفس أثر لأنه يستنشق هذا الدخان الذي يخرج من هذه السيجارة وبالتالي نفس الأثر تماماً تدخين السلبي فأنت تؤثر على أولادك على أهلك على زوجتك على إخوتك على أصدقائك القضية السادسة أن تتذكر أن هذا المال ستسأل عنه يوم القيامة لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع منها عن ماله هذا المال أين أنفقته؟ فيما اكتسبته وفيما أنفقته؟ كل سيجارة تدخنها ستقف أمام الله يوم القيامة وتسأل عن ثمنها لماذا أنفقت هذا المال في الحرم؟ لماذا أنفقته لتلقي بيديك إلى التهلكة؟ لماذا أنفقته لتضر نفسك وتسبب الضرر لغيرك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرر القضية السابعة والأخيرة أخي الحبيب التي أود أن أختم بها أن تدرك أن الأمر بيد الله وأن الله قادر أن يعينك على ترك هذا الدخان وأنك ستعيش حياة أفضل وهذه تجربة شخص أمامك ستتحسن الحالة النفسية ستتحسن الدورة الدموية ستتحسن لأن الدخان مشكلته أنه يضرب كثير من أعضاء الجسد لأنه يدخل في الدم هذه المواد يعني الدم يدور عبر القلب والجملة العصبية وكذا فيؤثر على الدماغ ويؤثر على القلب وتعلمون تصلب الشرايين والمشاكل هذه والنوبة القلبية والنوبة الدماغية أو الجلطة الدماغية ومشاكل في النظام الهضمي ومشاكل في الرئتين جهاز تنفسه طب لماذا تقحم نفسك في كل هذه المشكلات؟ يجب أن تعلم أن الأمر هو بيد الله وأن تثق بالله أثق بالله أن تثق أن الله قادر أن يعينك لذلك عندما تترك الدخان اعتبر نفسك أنك غير مدخن لا تنتظر بعد يومين تقول أنا سأتحمل لا أتحمل أو كذا اعتبر نفسك أنك غير مدخن وعاهد الله كما قل قلنا أن لا تعود أبدا ويجب أن تدرك أنه إذا كان لديك شكوك يعني أنا عملي يتطلب الدخان عملي أحيانا أجل الساعات طويلة أنتظر ساعات طويلة عملي أغضب في بعض المواقف السيجارة تساعدني كل هذا وهم الشيطان هو الذي يخوفك من هذا الموضوع أخي الحبيب إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين يعني أنا أقول لك وتجربة الشخصية عندما كنت أدخن وكنت طبعا يعني أتذوق الدخان وأستمتع به كثيرا ولكن بصدق كانت أيام تعيسى بعد ذلك عندما أكرمني الله بالقرآن الكريم وهذا كان تقريبا قبل ربع قرن حقيقة أنا الآن النفس الذي أخذه أستمتع به أكثر مليون مرة من قبل النفس هذا كل شيء يجب أن تضع في ذهنك أن حالتك النفسية ستتحسن وأن حالتك الصحية ستتحسن أيضا وأنك ستستمتع أكثر وستتحكم بغضبك أكثر من دون دخان لأن الدخان يعصب الإنسان أكثر ويغضبه أكثر ويوتره ويساهم في القلق أكثر لذلك أخي الحبيب دائما تذكر هذه الآية ومن يتوكل على الله فهو حسبه وهذا دعاء طبعا لصرف الهم والغم ومن أسوأ أنواع الهم والغم هو الدخان لأنه خسارة للمال إضرار وتشعر نفسك أنك عبد لهذه السيجرة عبد هي تتحكم بك طبعا ينبغي أن تبتعد المدخنين لأن أثر الجليس المدخن له أثر كبير يمكن أن يدمر كل شيء ابتعد تماما على الأقل لفترة مثلا لشهر حتى يعني يأخذ جسدك وضعه الطبيعي وتتعود على ذلك وكلما دعتك نفسك للتدخين تذكر عهدك مع الله تذكر أنك عاهدت الله من المؤمنين رجال صدقوا مع عاهد الله عليه بالإضافة إذن لدينا سبع قواعد منها التوكل على الله منها أن تنتظر أن يكرمك الله ويبدلك خيرا من هذا الدخان منها أن تعتقد تماما أنه لا يضر ولا ينفع إلا الله وتعتقد أن الله قادر أن يغير حالك للأفضل وتعتقد أن حالتك النفسية وسعادتك ستتغير نحو الأفضل يجب أن تعتقد هذا وتعتقد أن الشيطان هو من يحرضك على هذا السلوك وبالتالي عندما تعيش هذه الحالة النفسية ستجد أن الدخان ببساطة هو مجرد وهم هذا ما وجدته حقيقة وهذا ما تقوله الدراسات العلمية إذن هذه الآية نختم بها دائما قل كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم سبع مرات حسبي الله يعني أنا الله يكفيني هو القادر أن يعينني على ترك هذه المادة الخبيثة الدخان حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كرر هذا الدعاء وهي آية سبع مرات كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام وانتظر أن يكرمك الله عز وجل بترك هذه المادة الخبيثة إلى الأبد إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق